السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأول رد فعل من محمود الخطيب بعد أزمة العمري فاروق الصحية وتشكيل الناد الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كيلوبترا بعد لحظات وأحمد فتوح يفسخ تعاقده مع الزمالك بعد خمستاشر يوما وخبير لوائح يكشف مفاجأة كبرى أحمد سيد زيزو ينتقل من الزمالك إلى الأهلي عن طريق زوجته وجماهير الأهلي تنقض على الدفع الأخيرة من تذاكر كأس المنديال في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان وصلنا كل جديد بأول رد فعل بعد أزمة العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الصحية قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قطع رحلة سفر خارج البلاد والعودة للقاهرة للإطمئنان على صحة نائبه العمري فاروق وقرر محمود الخطيب الذي يتواجد في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة قطع رحلته للعودة خلال ساعات للقاهرة وفجر الإعلام أحمد شوبير مفاجأة من العيار السقيل عن تطورات الحالة الصحية للعمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي قال شوبير في تصريحات إزاعية إن العمري فاروق تعرض لوعكة صحية ملابستها غريب وعجيب كنا نعقد اجتماع بين نجوم الأهلي السابقين في مقر النادي فجأة وأنا في طريقي للنادي اتصل بي صديقي وأخبرني فأن العمري فاروق سقط مغشيا عليه وانتقل لمستشفى المعلمين وتابع أن من تواجد في النادي كان في حالة زهول وذهب للمستشفى مضيفا أن العمري فاروق كان لديه اجتماع للمكتب التنفيذي وكانوا مجهزين له مفاجأة لأنه يصادف يوم عيد ميلاده وقبل الاجتماع بدقائق سقط على الأرض مغشيا عليه وواصل أحمد شوبير في تصريحاته قائلا في المستشفى كانوا في حيرة أبلغنا أسرته وكان موقفا صعبا وتم استدعاء طبيب آخر من خارج المستشفى وعندما جاء أمر بنقله لمستشفى أخرى وتم نقله بالفعل في سيارة إسعاف مجهزة وكان في نزيف في المخ والطبيب قال 48 ساعة لو مروا على خير ستكون الأمور بخير الحالة حرجة جدا واختتم أحمد شوبير قائلا الموضوع ليس سهلا ندعو الله أن تمر على خير لكن في لقطات هامة لا بد أن نقف عندها حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تواجد في المستشفى أثناء إجراء العملية ورفض أن يرحل وجاء هشام نصر نائب الرئيس وحضر أيضا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كل الشفاء العاجل إن شاء الله نتمنى كل الشفاء العاجل إن شاء الله للعمر فروغ وزير الرياضة السابق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي استقر السويسري مارسل المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كيلو بطرة بعد ساعة تقريبا من الآن ومن المتوقع أن يكون محمد الشناوي في حراسة المرمى الدفاع أكرم توفيق وياسر إبراهيم محمد عبد المنعم وكريم الدبيس في الوسط أحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وإمام عشور وفي الهجوم بيرسيتاو وحسين الشحاد وأنتوني مودست شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن أزمة أحمد فتوح لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وأكد عامر العميرة والمتخصص في اللوائح الرياضية أنه من المفترض أن يكون نادي الزمالك لديه لائحة داخلية وكل اللاعبين يقومون بالتوقيع عليها قبل بداية الموسم وتنص تلك اللائحة على وجود عقوبات معينة يتم فرضها على اللاعبين ولكن يظل اللاعب يتدرب سواء بشكل جماعي أو منفرن تحت إشراف أحد أفراد الجهاز الفني قال عامر العميرة في تصريحات له أي لاعب لو متبقي له رواتب شهرين متأخر يتم إختار النادي ومنحه مهلة 15 يوم وفي حالة عدم الرد خلال الفترة الممنوحة يستطيع اللاعب فسخ العقد والحصول على قيمة عقده كاملا لو أراد الزمالك التصعيد مع فتوح عليه تزديد مستحقاته كاملا طبقا للوائح الفيفا فإن أحمد فتوح لن يستطيع التوقيع لأي نادي حتى خلال فترة الحماية وذلك لن يقوم أي فريق بالإعلان عن ضم لاعب الزمالك في يناير على أن يكون تفعيل العقد من الموسم المقبل يجب على الزمالك أن يحصن نفسه في ملف فتوح بتزديد مستحقاته المالية المتأخرة وحالة تدربه مع قطاع الناشئين فأن اللاعب أيضا من حقه فسخ العقد لابد أن يوقع أحمد فتوح على أي خصومات مالية أو عقوبات يتم توقيعها عليه من جانب إدارة الزمالك حتى لا يقع في نفس فخ النادي الإسماعيلي الذي تعرض لشكاوم اللاعبين أجانب وأوضح أن الزمالك لا يستطيع خصم مبالغ من فتوح إلا لو الخطأ مذكور في لائحة الفريق الداخلية مشيرا إلى أنه حال عدم وجود بند في اللائحة الداخلية يعاقب اللاعب على مغادرة المعسكر فقط ليس من حق فتوح التوقيع لأي نادي طوال الموسم الجاري وليس من حقه التوقيع خلال شهر يناير لأن فترة الحماية تكون لللاعبين فوق الثمانية وعشرين عام وفتوح لم يصل لهذا السن علق الإعلامي مؤمن الجندي عن انتقال أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الأهلي عيث قال الجندي في تصريحات عبر برنامجه بوست مسير انتشر على الفيسبوك لزوجة أحمد سيد زيزو صفحة مسمى باسم زوجة اللاعب نشرت انتقال أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي قريبا هذا الكلام غير صحيح بالمرة وهذه الصفحة ليست حقيقية وغير منسوبة بالفعل لزوجة النجم أحمد سيد زيزو زيزو جدد تعاقده مع نادي الزمالك لمدة ثلاث سنوات فكيف ينتقل إلى النادي الأهلي زيزو يحصل مع نادي الزمالك على 85 مليون بخلاف الامتيازات الأخرى بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الدفعة الثالثة والأخيرة من تذاكر كأس العالم للأندية انقضت جماهير الأهلي لشرائها حيث يقام كأس العالم للأندية لأول مرة في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر وطرح الفيفا الدفعة الثالثة من تذاكر المنديال عبر موقعه لكن الموقع شهد ضغطا جماهيريا كبيرا على تذاكر مباراة الأهلي من المقرر أن يواجه النادي الأهلي الفائز من مباراة اتحاد جد السعودي وأوكلاند سيتي وكشف الاتحاد الدولي أن أسعار التذاكر لمباراة كأس العالم للأندية تتراوح ما بين 40 ريال و 100 ريال سعودي كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي نشبت أزمة حادة داخل لجنة الحكام في اتحاد القرى برئاسة البرتغال في الريران بسبب قائمة الحكام الدولية بوادر الأزمة شملت حكام تقنية الفيديو في القائمة الدولية التي لم ترسل حتى الآن إلى الاتحاد الدولي اشتعلت عندما حصل المساعد أحمد حسام طه على وعود بوضع اسمه ضمن حكام تقنية الفيديو وفيما يواجه اتحاد القرى شبه عدم اعتماد القائمة الدولية للحكام حال وضع اسم المساعد أحمد حسام طه ضمن حكام تقنية الفيديو لكون ذلك سيكون على حساب إحدى الفتيات والمرشح لها شاهند المغربي بالمخالفة لتعليمات الاتحاد اتحاد القرى من جانبه وضع الستة من الحكام القدامة في تقنية الفيديو ومنحت المساعد أحمد حسام طه وعودا بوضع اسمه مع الستة القدامة بينما قائمة حكام الساحة تضمنت سبعة ومثلهم من المساعدين في القائمة الدولية الذي تم الاستقرار عليهم في النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته